أعلن مقام قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار عماد أحمد عن تشكيل قوة من أبناء عشار القضاء ضمن الحجد العشاري استعدادا لعمليات عسكرية لاستعادة المدينة من داعش الإرهابية أحمد قال أنه تم تشكيل قوة من أبناء عشار قضاء الرطبة قومها 400 مقاتل مبينا أن القوة تم تدريبها في قاعدة الحبانية العسكرية من قبل قوات التحالف الدولي وأن الهدف من تشكيلها هو الاستعداد لعمليات عسكرية إلى جانب القوات الأمنية لاستعادة مدينة الرطبة من تنظيم داعش الإرهابي ومسك الأرض بعد التحرير لافتن إلى أن الأوامر الإدارية صدرت لأفراد القوة من هيئة الحجد الشعبي التابعة لرئاسة المزراء